أدوى خرجت مظاهرات واندلعت مواجهات بالأراضي الفلسطينية في جمعة الغضب التي دعت لها الفصائل الفلسطينية تنديدا بقرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وتأتي هذه التطورات وسط دعوات لانتفاضة جديدة واستنفار إسرائيلي أدوى اشتبك شبان فلسطيني بعد صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال جنوبية الضفة وسجلت إصابات بالرصاص الحي كما وقعت صدامات شمال رمالة في حين أصيب أربعة بالرصاص الحي شمالية الضفة كما أصيب أربعون فلسطينيا بحالات اختناق بالغاز في بلدة قصرة جنوب غرب نابلس كما اندلعت اشتباكات أيضا على حاجز بيت حنون شمال قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر